كنا نعرف الكيراتين الطبيعي اللي كنخرجه من زرية الكتان وحب الرشاد يعني ذاك الهولام اللي كنخرجه من زرية الكتان وحب الرشاد ولكن ما كنعرفوش نوجدوه بالطريقة الصحيحة وما كنعرفوش أشن المكون اللي كنزيدو عليه وكذلك الطريقة باش كيستعملوه أغلبية لبنات خليكم معايا باش نوريكم المكون اللي كتزيدو عليه والطريقة الصحيحة باش ينفعكم فبعد ما كتديرو معلقة كبيرة ديال الحب الرشاد ومعلقة كبيرة ديال زرية الكتان مع كأس ديال ما كتخليوه حتى كيتبخ مزيان من اللي كيوصل لها الدرجة الغلايين كتخليوه خمسة ديال دقايق هو كيتبخ من بعد كتصفيه هو مازالة سخون باش كيهبط كل شي بها الطريقة كتبقى ودعكو في هاد شي اللي في الشبكة باش كيهبط كل شي بها الطريقة كيهبط كل شي دك الهولام علش كتصفيه هو مازالة ساخن باش كيهبط كل شي ما كيكون باقي معاقدش مزيان هانتوما حب الرشاد وزرعة الكتان ارهم خيرين للشعر بعد ما كنسقطره كل شي كنخليوه يولي دافيه باش نزيدو عليه قطره من واحد المكون كتعزز المنافع ديالو قطره وحده ما كنفوتوهاش اذا نغندوي لكم دبع على الطريقة كيفاش كتستعمله الاغلبية ديالبنات كيديرو غلط كبير لي هو كيديروه لشعرهم هو مازال مصخ الاغتي نوريكم بعد المكون اللي غادي نزيد عليه عاد نقول لكم الطريقة لا فيتامين او كتديرو قطره وحده ديالا فيتامين او فهد المقدار اللي عطيتكم قطره وحده ما كتفوتوهاش انتوما غادي تشوفو ها هي قطره وحده فالطريقة كيف قلت ليكم كتغسلو شعركم كيكون نقي وكتديروها على شعر نظيف شعر نظيف كتخليوها الساعتين حتى الثلاثة السويع من بعد كتغسلو شعركم غير بالماء يعني غاية كتشللو شعركم من هاد المكون هذا وغادي تشوفو ليا النعومة والرطوبة وشعر ما يبقى شي طوال وغادي تسبسب صحتكم وراحتكم اشتركوا في القناة